اشهد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بجهود مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي انطلاقا من التوجهات السامية لجلالة الملك المعظم نعم وذلك ترسيخ الحوار بين الاديان وتعزيز التعايش السلمي ومكافحة التطرف وخطاب العنف والكرهية من خلال برامج ومبادرات رائدة على المستوى الاقليمي والدولي جاء ذلك في كلمة العسومي خلال اعمال الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث والتي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وشهدت تكريم مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ومنحه درع البرلمان العربي تقديرا لجهود المركز تسلمها السيد عبد الوهاب بن يوسف الحواج نائب رئيس مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في ظلم ما يسود العالم من تحديات ونزاعات ونشر الأفكار المتطرفة وخطاب العنصرية والكراهية بين الشعوب فان هناك مبادرات رائدة ومضيئة تحارب هذا الفكر الظلامي وتعمل على نشر ثقافة التعايش السلمي ومن بينها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي الذي يقوم بدور رائد في هذا المجال وما يجعله بحق مفخر للعرب جميعا واحدها من مراكز على مستوى المنطقة والعالم في نشر ثقافة التعايش السلمي والتسامح وقبول الآخر أخذت مملكة البحرين على عاتقها هذه المهمة العظيمة من خلال التجربة الرائدة التي أرسى دعائمها حضرت صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه عبر إطلاق جلالته إعلان مملكة البحرين للتسامح الديني وتدشين جلالته مركز الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي مما عزز مكانة مملكة البحرين على خريطة العالم للتعايش السلمي وجعلها نموذجا حضاريا في دعم قيم التسامح وقبول الآخر اشتركوا في القناة